اشتركوا في القناة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل وراء هذا الخير من شر ثم قال نعم قال فهل وراء ذلك الخير من شر قال نعم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اسمع وأطع تسمع وتطيع فيما وجه إليه قال كيف أصنع في أيام الفتن وكثرة الشرور ودعاة إلى أبواب جهنم ودعاة للضلالة قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأخذ هذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في إسناده وقاوات والعجيب أن الذين يتكلمون بإسناده في كثير من أحيانا يستدلون ببعض أجزائه وعندما تتكلم عن إسناد حديث وتضعف بعضه فلا يسوغ لك أن تستدل ببعضه لأنك ستقع في إشكالية الهواء أنه تنتقي ما ما تشاء هذا الحديث الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم هو في سلما مسلم والأصل في الأحاديث التي في الصحيحين أنها جاوزت القنطرة في الثبوت هناك أحاديث انتقدت في الصحيحين وتكلم عليها بعض الحفاظ لكنها في الجملة مردود على تلك الانتقادات وتبقى أحاديث الصحيحين سليمة وثم أن هذا الحديث ليس فيه إشكالية هذا الحديث لا يسوغ لمن تولى أمر المسلمين أن يضرب ظهور الناس ولا أن يأخذ أموالهم هذا ليس تسويغا لولاة الأمر أن يظلموا الناس ويأخذوا أموالهم إنما هذا فيه بيان ما الذي ينبغي أن يتصرف فيه أن يقوم أن يتصرف فيه الإنسان أو أن يعمله الإنسان حال وقوع ظلم الوالي عليه نعم عندما يوازن بين مفسدة خاصة ومفسدة عامة بالتأكيد أن هذه المفسدة الخاصة وهي تسلط الوالي الأمير الحاكم الرئيس على شخص ومفسدة الخروج عليه عند الموازنة بين هذين الأمرين سنجد أن مفسدة ذية شخص يحتسب الأجر عند الله عز وجل منغامرة في مفسدة كبرى وهي التحريض على السلطان والخروج عليه فهذا الحديث يعني بعض الناس يقول الذي لس يما في زمن الثورات والهيجان الذي تعيشه الأمة يعني قد يقول بعض الناس إيش انضرب ظهرك وأخذ مالك هذا تسويغ الظلم حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسويغ الظلم أو أن يرضاه إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تكون معالجة هذا الحدث بالنسبة للأشخاص يعني السمع والطاعة ليس المقصود أن تسمع وتطيع في محرم لكن قصور السلطان وظلمه في بعض الأعمال لا يسويغ الخروج عليه وإفساد النظام العام هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع كرر النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه قال فاسمع وأطع في ابتداء الحديث وفي منتهى وفي ابتداء التوجيه وفي منتهى تأكيد السمع والطاعة والسمع والطاعة إنما تكون فيما في المعروف فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في الصحيم الحديث علي رضي الله عنه وكذلك تسمع وتطيع فيما يتعلق بالنظام العام والنظام الإداء الذي يسمى النظام الإداري وما يتعلق بإصلاح معاش الناس مما لم تأتي الشريعة بالنص عليه فهنا يسمع ويطيع لكن إذا أمر بمعصية فهنا لا يمكن أن يطاع في معصية الله عز وجل ومنه أن يوقع ظلما ويأمر أحدا بأن يوقع الظلم أو أن يأمر بظلم ويأمر أحدا أن يوقع الظلم أن يوقع الظلم بغيره فهنا لا يطاع في هذا الأمر فينبغى أن يفهم الحديث وأن أقول ما هناك حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل به أو يعترض عليه معترض إلا وستجد أن الإشكال ليس في قول من لا ينطق عن الهوى إنما الإشكال في فهم من لم يتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال هذا في ظرف تكثر فيه الفتن تكثر فيه الشرور تكثر فيه الضلالات يكثر فيه دعاة الباطل عند ذلك المحافظة على الجماعة وهذا عقلا قبل أن يكون شيئا شرعيا عقلا العقل يدل عليه ويرى أن هذا هو المصلحة أن يصبر الإنسان على الأذى المقصور المحدود في مقابل محافظة على المصلحة العليا ولو أن الأمثلة على هذا الشيء كثيرة لو أراد الإنسان يستفيد لكني أنبه إلى أنه يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل عندما يسمع كلام الله وكلام رسوله ما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستحفر الإنسان أن المتكلم به بين يديه ليقف عند ذلك الكلام متأملا وإذا أشكل عليه فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأن لا يجعل ذلك محله لأن بعض الناس يذكر هذا على وجه الاستخفاف وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كان يستخف بهذا الحديث أو يستخف بمن يستدل بهذا الحديث على وجوب طاعة ولاة الأمر فيما يتعلق بمقابل المظالم الخاصة والمقال المظالم التي لا تصل إلى حد وجوب الخروج عليهم لأن الخروج له أحكام وهذا لا يعني أنه لا يخرج على الحاكم مهما كان هذا الحاكم إنما المقصود هنا جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولو كان هذا في نطاقات محدودة كما هو الشأن في بلاد الإسلام اليوم اليوم ليس هناك إمام عام لكل المسلمين الأئمة والرؤسة والحكام كل يختص ببقعة لا يمكن أن يتحقق تلك الأحاديث إلا بتحقيق هذا في تلك الولاية إذا كانت ولاية تحقق المقاصد الشرعية وترعى تحكيم كتاب الله وسنة رسولك المقصود نحتاج إلى آنات في فهم كلام من لا ينطق على الهوى ونتهم آراءنا ونتهم عقولنا أمام النصوص فكم من إنسان تجرع على النص وكان في تجرؤه هلاكه هذا لا يعني أن لا نتأمل أو أن لا نورد نوع من الاستفهام على ما لم نفهم لكن فرق بين من يستعلم ويستفهم وبين من يعترض ويتحكم أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا يا شيخ